نروح لأرض الملعب يا كابتن أسأل حضرتك ومراسلتنا مريم سميح ولقاء مع المدرب العام للفريق الكابتن أحمد الجرحي تفضل يمن برحب بيك مرة تانية كابتن هايسم وبرحب ضيوفك الكبار والكرام نجوم للستوديو التحليلي طبعا بعد الفوز على الجزيرة بسكور كبير 84-56 بشرفنا يكون معنا دلوقتي المدرب العام للفريق كابتن أحمد الجرحي من نورنا مشرفنا على شاشة قناتنا أهلا بحضرك وأهلا بكابتن هايسم وكابتن طاير رجب وكابتن سلعوي نجوم البسكت في الناديل كابتن أحمد يمكن سكور كبير الفوز الخامس على التوالي المسئولية بتكبر على الفريق خلال المشوار في الدور الترتيبي الجزيرة مش فريق سهل أبدا خاصة على المستوى الدفاعي شايف المبارزة لا طبعا الجزيرة هبدأ بالجزيرة يعني الجزيرة السكور غير معبر عن مستوى الجزيرة الجزيرة فريق كبير ممكن في ماتشات يكسبنا ممكن نكسبوا ماتشاتنا على الطول معهم إيكوال نهاردة إحنا في فورما عالية الفرقة نهاردة نفذت تعريمات يعني بتنسبة 90% كنا متسايدين المباراة زي ما قلت الماتش الفاتح نحن في ماتش الزمانك رغم الفوز ما كناش في مستوانا خالص إحنا عندنا أحسن من كده بكتير يمكن نهاردة اللي يبقين لك معدن فريد نادي الأهلي نهاردة فيه اتنين عمال قاطعت الحلقة عمر طارق وأحمد اسماعيل مش موجودين وما حسناش نهاردة بالغياب يعني رغم قيمة الاتنين مع الفرقة اللاب ومكانهم كانوا بيقدوا الحمد لله الفرقة ما بيغيب عنها لعيب إيهاب غاب فترة عمر غاب فترة عمر طارق وأحمد اسماعيل غايبين مرون سرحان غايب أحمد حمد يسافر بالزروف فالحمد لله الفرقة ما تأثرتش كنتيج الدنيا ماشى كويس ماشيين بخطة سابتة نتمنى أن نحن نوصل للبي افس وإحنا في أعلى مستوى لنا إن شاء الله كابتان أحمد يمكن ما كانش لنا فرصة أن نتكلم على مبارات الزمالك مسؤولية كبيرة يمكن حطتها على عاطق الفريق خاصة أنه هو كسب في وقت صعب جدا وطبعا زي ما احنا عارفين الأهلي بما نحضروا وكنا بنلعب نقصين رغم كده قدرنا أن احنا نحقق فوز مهم على نادي الزمالك ده بيعني إزاي ممكن أنك إنت المسؤولية تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية على الفريق لأن كل دلوقتي الجمهور مراهن خاصة على الأوقات الإضافية أو فكرة أن زي ما قلنا القضية ممكن لا يعني زي ما حالك بتقولي أن المسؤولية طبعا أي فوز بيحملك مسؤولية أكبر كل ما بتكسب يمكسب دايما الناس بص المطشي البعدي بتكسبي بطولة الناس بيبص البطولة بعدها فطبعا أي حد موجود بيشتغل في النادي الآهلي كلعيب أو كمدرب أو كأي عضو من أعضاء الجهاز عليه مسؤولية كبيرة وطبعا وعارفين حجم المسؤولية ونفسنا نفرح الناس الحمد لله غادي الوقتي لعبنا الترب بطولات الحمد لله كسبنا الترب بطولات نفسنا نفرحهم بالبطولتين الفضلين نحنا إن شاء الله يبقى موسم استثنائي في تاريخ النادي كل الناس مقدرة أن الناس متعطشة لكل المكسب لأي مطشي بنلعبه وكل بطولة فزي ما حالك قلت في مطشي الزمالك يمكن إحنا لعبتنا لعبة زي ما يقولوا لعبة الثواني إحنا دايما مطشاتنا بتخلص في آخر ديئة أو آخر ثواني في مطشات بتخلص زي مطشي الفات كده بتاع الشوط المهيب جابها مع صفارة الحكم وإحنا متعودين على كده يمكن الناس بتتشد عشان مش متعودة زينا إحنا متعودين على الوضع ده فالحمد لله إن إحنا وفقنا والتوفيق ده يعني للناس اللي بتقول إن التوفيق ده أوفر للأهلي محظوظ لا ما فيش التوفيق دايما بيروح للمكتهد التوفيق دايما بيروح للشايف شغله صح التوفيق بيروح للفرقة اللي بقى النواية بتاعتها كويسة المخلصة اللي دايما فيه إنكار للزات في الملعب فالحمد لله كل ده تقريبا متوفر في الفرقة والحمد لله ربنا كريمنا لغاية دلوقتي نتمنى إن شاء الله أن القرم ده يفضل موجود معنا لآخر الموسم بإذن الله إن شاء الله يا كبتون أحمد أخيرا يمكن أيام قليلة جدا تفصلنا عن المباراة المقبلة بيبقى فيه أيام قليلة عايزين نعرف الاستعداد بيبقى فيها إزاي لأن خاصة أن يوم لتنين فيمكن الفترة قصيرة شوي بالضبط إحنا بنلعب بتنين وجمعة بكرة إن شاء الله إحنا دائماً الروتين سابت في الأسبوع دائماً أجازتنا السابتة يوم الثلاث إحنا يوم السابت بكرة إن شاء الله بتبقى تمرينة خفيفة عندنا تمرينة متأخرة الساعة 9 بالليل تاني يوم بيبقى التمرينة أتقل شوية الليلة المباراة تجهيز مباراة بنحضر المباراة في اليومين دول اليوم القبل المباراة تبقى فيه زي فيديو ميتين كده ومنشوف متفرج على الفرقة لنا اللعبها ونقطة الكوة ونقطة الضعف ولعيب لعيب فبيبقى التحضير على طول يعني إحنا عارفين وجاهزين للمطش اللي بعده ومحضرين له كجهاز مع أغوستي والدنيا بتبقى يعني منظمة فالدنيا بتبقى سهلة طمام في نظام فالدنيا بتبقى سهلة ولعيبة حفظة شغلها وبنقدر نحن نعملهم ريكوفري دائماً على طول بعد المطش فإن شاء الله الدنيا تبقى مشاك كويسة بإذن الله وعمر طارق بإذن الله يبقى معنا المطش الجاي بإذن الله ويوسف المعداوي طبعاً رجع من الأعارة يبقى معنا إن شاء الله المطش الجاي وإن شاء الله الفرقة تبقى للأفضل والأمام إن شاء الله كابتن أحمد بنشكورك جداً وارتنا وشرفتنا على شاشة قناة ناديل مرسي شكراً ربنا خليك مرسي شكراً